اشتركوا في القناة القناة لدى الكوادر السياسية العليا في البلاد يميل جزء منها إلى ضرورة انسحاب القوات الأمريكية الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري وصف قرار البرلمان بشأن إخراج القوات الأجنبية بالخاطئ وغير المتزن رئيس أقليم كردستان جيرفان البرزاني أكد ضرورة استمرار حاجة العراق وأقليم كردستان إلى بقاء قوات التحالف الدولي على أراضيه في الوقت الحاضر رأي يتشابه مع آراء دولية سيما ألمانيا مؤخرا التي حذرت من مخاطر قد تنجم عن انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق تصريحات جميعها تتفق مع الرأي الأمريكي فيما تتمسك حكومة أربيل بضرورة إبقاء القوات الأمريكية أما هذا فهو رأي تميل إليه إيران وتجد تواجد أمريكا سببا في استمرار التوتر أو إن صح تعبير بعض المراقبين في أن إيران تجد تواجد أمريكا في العراق حجة لاستمرار تدخلها أو تصفية حساباتها مع الأمريكيين على الساحة العراقية وكأنهم يقولون إما انسحاب الأمريكيين أو نفعل ما نشاء المشهد برمته معقد كتركيبة الطبقة السياسية المتواجدة منذ العام 2003 يجمع شيوخ الصنعة السياسية على أن المحاصصة والابتعاد عن الاحتكام للتشريعات الدستورية ضرب بعرض الحائط آمال العراقيين في واقع أمني وسياسي أفضل لكن اليوم وما أثقل اليوم على كاهل الشارع العراقي الذي خرج يطالب بحرب ضد الفساد إلا أن ركاكة السيادة العراقية أمام التدخل الأمريكي من جهة واتهامات ضد إيران بزيادة التوتر في الساحة العراقية تحقيقا لمصالحها وعدم احترامها لسيادة العراق أيضا من جهة ثانية كل هذا يضع العراقية أمام فقدان أمال التقدم خطوة إلى الأمام كل هذا التحدي الذي يفسر قناعة واضحة بأن بقاء القوات الأمريكية أمر لا جدل فيه إلى أنه يزيد مخاوف استمرار نزف الدم والتوتر الأمني كما السياسي ترجمة نانسي قنقر